بالنسبة للكيس سيناريو كنت ننزلها اخر كيس سيناريو نزلت على البروفير كان السؤال بيقول والله لو انا عندي 2 أبر 4 2 أبر 4 دول واحد منهم كيس نمبر 1 لونج ومسلا طوله حوالي 21 ميلي والتاني شورت زي السؤال اللي قدامكم من العلمين دي كيس نمبر 2 شورت وبلانت ايبكس اما التانية هي لونج وبوينت ايبكس كان انهي فرصة احتمالية او احتمالية ان هو يكسر اكبر فالاجابة هو الروت الشورت ان البلانت هو اللي ممكن يكسر مش ممكن مية في مية هيكسر معاك طيب ده ليه قالك والله عشان عندي معلومة بتقول يعني ايه يعني لو في شارب بيند افروت تورد الباكل او تورد البلتر الاشعة مش هتجبها لك لان الكيرف ده هيبقى بالزبط زي السؤال اللي قدامك دي كده بلانت مش جايب لك البوينت ايبكس اخلص ان ايه ترعبك فهي انت هتتخدع هتفكها وشورت وتقول ان هو سهل طيب اه تشوفوا السؤال دي كده زي بسمتها اهي بص ده اللي على الشمال ده مش هيباني لك ان هو فيك فيتشور لا ده هيباني لك شورت وما فيش لمن اديوبة عند الايبكس وان الايبكس بلانت فانت هتتخدع فيها وتخلعها وتلاقي تكسرت معاك وهعرفك ازاي انت تحس قبل ما يكسر ان هو هيكسر عكس التاني اللي هو 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 ممكن يطلع عادي زي اي اي ابر بيطلع بالفرصة بساعات طيب اه ده اللي هو او اللي هو بينك في البانورما شورت الحالة دي كده لما اقول لك عليها كنت بخلعها انا حطت صبع هنا من بره عشان ساعات بيبقى فيه بمعنى بمعنى ان هتلاقي البون اللي على البكر اللي مش موجود فانا ممكن تحسوا بصبعك كده فالمعلومة دي انت تاخدها في اي ابر فور لو لاتي الاشاع قبل ما تخلع كده بس ماشي صبعك على يعني استميت كده وامشي كده شوف البون ولا هتلاقي فيه نقرة كده لو فقلت نقرة كده عفل ان هو ايه اه عامل اه في المنطقة دي وفضل هتطلق صورة زي دي كده بالزبط اهي شايف انت ممكن تحس دي بسبعك بعدين طيب هو دلوقتي اللي حصل اللي بتاعي اللي انا كنت بخلعه اللي انا كنت بخلعه ده عشان ما بيتقرزه اه الكسر فا لازم تطلع الايبكس. ما نفعش تسيبها لدكتور التقويم. اه لانها مش مش يحصل لها وهو ما عايز يحرك سنة في ده. طيب. فاي شورت ايبكس اتقصرت ابي كالوان سيف ده مفروض اصلا بتتساب لو هي ومش ومش عاف ايه عشان فيه ان يحصل لها انتو مجزل ساينس فوق. وليها كده برضو عشان انت ان انا فعلا ما بين الروت ايبكس وما بين البون عشان ما هيحصل لهاش زي السوفة دي كده. اه لكن حلها ببقى سيرجيكال اكتر اقمن. اه عشان انت ما ايه ما تحدفهاش فوق على المجزل ساينس. وده الفيديو اللي بقولك عليه هو. اه. بص هو هنا اللي حصل ان وانا بخلعه. عمال هو فيه لاكسيشن كتب جدا. يعني فيه لاكسيشن خالص. يمين وشمال بقى عمال يجي معايا بكر وبرتل. بس مش راضي يطلع. وانس ان حصل كده. ده يتشك ان فيه حاجة اسمها. فانا حطيت صبع كده من بكالي. وداخل عملت assessment كده. ملقيتش root. لان انا ملقيتش root اصلا وانا بروس في السوكت. فعملت حاجة اسمها بالسارفا مانوفا. اتأكد انه فعلا مش رايح في الساينس. وانا كنت مدروك قادية اصلا لما شفت الاشعة. فانا حطيت صبع كده. اه لما جيت لقيت بلمس بتاعت الroot او في السوكت الباكل. لقيت صبع من بره ده فيه movement كده تحت ايدي. فانا فضلت حطيت صبع كده مثبت الroot fragment دي. موجودة في الباكل. فتحت عليها انسيجن بسيط خالص كده. وداخل ايه? قلت سليجها كده من بره. لعشان هي موجودة يعني ايه? كنت اخدت معلومة قبل كده ان هو ممكن يحصل. سبر استيل. هي دي سبر استيل. اللي ممكن تحصل معك لو هولا ما بحش في الساينس فوق. اهم عاجة تكون مناشف كويس. جبت هيموستات. دخلت كده وسعت مكان الانسيجن اللي انا عملته. وعون جاي جاي بين هيموستات. عايزك بودو تبص على صبع كده. شايفة ان حاضط صبعي سانة بيل في هيموستات ازاي? ده فورفاين موتور وورك. حاجة بسيطة خالص. وشدتها. اهي. شوفتها ترعة ازاي? اهي. هو ده اللي هيبان لك في الأشعة شورت. وحصل ده سبر استيل. بس كده يا جماعة. ايهوك انتوا تكونوا استفدتم معلومة وصلت لكم. اي حد غير ميدنتل استيلنس يقدر يقفل دلوقتي. عشان باقي عايز كلمة كده ميدنتل استيلنس. اللي كتبوا عندي كومنتات كده. حسن في كلمة سري يعني. ايه. مش فاهم بقى. اللي انت كزا حد كده خيكتب لي اه دكتور بود الشورت وبلانتة هو اللي هيكسف. واخدها مني مسلا في اي مكان. مع الطبقة او في اي حاجة. وجاي يكتبها اللي في كومنت. معاني مش فاهم. مش فهمتش الاجابة. بتاع انت بتاخد الاكاونت. بتاخد الباسورت وتنزل انت كالسينابيو. مش فاهم. من ببطل. يعني. مولود في ايدك مشبط. ماشي. عمتا انا بحظة يعني عادي اي هوب انت تكون فيل دفنت. بس ما تعمل هجتان. ماشي.